موسيقى الموعد والاقتصادي الصباحي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية تراجع سعر برميل النفط عالميا خلال تعاملة اليوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي ويتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية وسط مخاوفة من ركود اقتصادي قد يحد من الطلب وانخفض سعر العقود الآجلة لخام براند القياسي تسليم شهر أوت المقبل بنحو 0.41% إلى 75 دولار للبرميل فاصلة 65 سنة في الوقت نفسه تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي تسليم جوليا المقبل بنسبة 0.43% ليسجل 70 دولار للبرميل فاصلة 98 سنة عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حافظة غاي أركان رئيسة البنك المركزي التركي حسب مصادر في الجاردة الرسمية وكانت حافظة غاي أركان تشغل منصب مسؤولة تنفيذية في القطاع المالي بالولايات المتحدة في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتغيير المسار وتجديد سياسة النقدية بعد سنوات خفض بعد سنوات خفض وخفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة في تركيا قال صندوق النقدية الدولية اليوم إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة على اقتصاده لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقدية الدولية جولي كوزاك أن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات حول المادة الرابعة مع سلطات اللبنانية في الأول من جوان الجاري وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء الأزمة الشديدة والمتفاقمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني كشف مدير عام طيران المدني السوري باسم منصور عن موافقة الجانب السعودي على طالب قدمته سوريا على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين وأشار المدير العام طيران المدني السوري إلى أن شركتي طيران السورية وأجنحة شام تقومان بإتمام الإجراءات لبدء التشغيل ارتفعت ثروات الأسر الأمريكية والمنظمات غير الربحية بنحو ثلاثة تريليون من الدولارات لتصل إلى مئة وثمانية واربعين تريليون دولار فاصل ثمانية خلال الربع الأول من العام الفين واثنين وعشرين وفقا لبيانات الاحتياطية الفيدرالية زادت قيمة أسهم الشركات المملكة بالشكل المباشر وغير مباشر بنحو 2.4 تريليون دولار بينما انخفضت قيمة العقارات بنحو 600 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ختم الموحد الاقتصادي الصباحي يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاشتراعية الظاهرة الأسفل الشاشة خيابة للعام اشتركوا في القناة